اهلا بكم في حصة مغاربية والبداية مع نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد حيث اظهر استطلاع نشره التلفزيون الرسمي موافقة اكثر من 92% من الناخبين على الدستور الجديد من جانبه قال الرئيس قيس سعيد ان اول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي جديد وتباينت ردود فعل الشارع التونسي حول عملية الاستفتاء بين من يعتبر الدستور خطوة جيدة نحو تجاوز البلاد لازمتها السياسية والاقتصادية الراهنة وبين من يعتبره تكريسا لسلطات الرئيس وتعزيزا لصلاحياته فيما اكد رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة احمد نجيب الشابي ان دستور 2014 يبقى هو المرجعية ويمكن ادخال تعديلات عليه اذا دعت الحاجة وبتوافق من الجميع على حد قوله لا بد من وضع قانون انتخابي جديد حتى لا يكون هناك انتخابات بالظاهر ولكن من يتم انتخابه للأسف لا يستمد مشروعيته الوهمية من ناخليه بل يستمدها ممن رشخه للانتخابات هذه الطريقة التي تم اعتمادها منذ سنة 11 و2000 هي التي ادت الى هذا الوضع هذا الى جانب عناصر اخرى هناك انتقلنا من الحزب الواحد ومن الحزب المهيمن الى اللوبي الواحد على هؤلاء ان يفهموا ان الشعب التونسي دخل مرحلة جديدة في التاريخ ولم يعود الى الوراء عبدا الجبهة الوطنية للخلاص تستخلص من هذه الخيبة السياسية الكبرى انه عليه ان يخلي المكان لم يبقى له ادنى مبرر للاستمرار في السلطة لقد خاب انقلابه وعليه ان يخلي المكان وان يفسح المجال لقيام انتخابات عامة حرة ونزيهة رئاسية وتسريعية حتى ليعود الامان والاستقرار لهذه البلاد ينضم الينا ضيفان من تونس عبد الحميد بن مصباح الباحث القانوني وفؤاد ثامر عضو البرلمان السابق والقياد في حزب قالب تونس اهلا بكم ما معنا في حصة مغاربية نشير هنا الى اننا ننتظر في اي لحظة واخرى هذه الليلة ان يتم الاعلان رسميا عن النتائج النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتحضر في هذه الاوقات لعقد مؤتمر صحفي لهذا الغرض في هذه الاثناء وجه سؤالي الاول اليك سيد فؤاد ثامر انتم منذ البداية كنتم ضد مشروع الدستور المعروض للاستفتاء وراهنتم على ان الشعب لا يريد هذا المشروع لكن بظهور النتائج الاولية لغاية الان نلاحظ بان نسبة نعم اكتسحت التصويت هل هذا مخيب للامال بالنسبة لكم؟ شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مشاهدي القناة الغد ومرحبا بضيفكم الكريم الاكيد كون انتخابات الامس وانتخابات ما سمي بالاستفتاء يعني والنتيجة يعني لم تكن مفاجأة بالنسبة لنا فنحن منذ البداية دعونا الى المقاطعة واعتقادنا كون النسبة التي تحصر عليها الاستفتاء هي نسبة هزيلة وهزيلة جدا وهم يفصلوا وكونوا 75% من التونسيين يعني لم يذهبوا الى سنديق الاختراع وبالتالي بالنسبة لنا يعني المقاطعة نجحت نجاحا كبيرا تقول بان النسبة هزيلة ولكن على سبيل المثال الجزائر المجاورة لكم اجرت استفتاءا في عام 2020 ولم تتجاوز نسبة المشاركة حينها الأربعة والعشرين في المائة أما أنتم في استفتاء تونس النسبة تجاوزت السابعة والعشرين في المائة طبعا نحن إذا كان اليوم نحن نعتقد كون المقارنة لا تجوز بهكذا نحن نعتقد كون المقارنة تكون أولا بانتخابات المجد السيسي الذي جعل لسياغ الدستور والتي يعني فاقة فيها يعني النسبة المشاركة الستينة بالمائة ثم يعني انتخابات الفين واربعتاش ثم انتخابات الفين وتسعتاش سواء كان بالنسبة الرئاسية أو التشريعية يعني كلها انتخابات كانت نسبة المشاركة فيها قريبة على قل من خمسين بالمائة أو أكثر وبالتالي يعني هنا يعني تصح المقارنة ويمكن لنا أنه يعني نتبين يعني نسبة المقاطعة ونتبين نسبة كونه حماس تونسيين للذهابي لسانديق الاقتراع واعترافهم بالمسار وبالتالي اليوم بالنسبة لنا يعني حتى استفتاء يعني بن علي في الفين واثنين كانت نتائج أكثر مما حصل اليوم وبالتالي هي أسوأ نتائج لانتخابات صارت في تونس منذ يعني الاستقلال إلى اليوم سيد عبد الحميد بن مصباح الـ 75% التي يتكلم عنها سيد ثامر أو هي بالأدق 73% بعملية حسابية نسبة المشاركة كانت 27 فاصلة كسر بسيط هذا يعني بأن الـ 73% من الذين سجلوا كناخبين في هيئة الانتخابات لم يشاركوا في عملية الاستفتاء هل بالضرورة الـ 73% الذين لم يشاركوا هم عازفون عن عملية الاستفتاء ورافضون لمشروع الدستور أم أن لهم ظروف وأسباب أخرى؟ في المنطلقات السياسية العادة أن يقع التفريق بين ملفين متبينين فلنقل ما قد أسميه المقاطعة وله آثار سياسية وله انعكاسات سياسية وما قد نسميه العزوف وهو مسألة مختلفة تماما عن المسار الأول 73% من من سجلوا أو سجلوا بعد الترسيم الآلي في القائمات الانتخابية على الأقل ما ظهر الآن من استطلاعات الرأي في انتظار تأكيد ذلك رسميا فإنه حتى استطلاعات الرأي قد تفطنت إلى هذا التفريق وتوصلت إلى أن من قاتعوا أو من لم يشاركوا في الاستفتاء عن سبب سياسي أو عن قناعة سياسية أو من منطلق سياسي لا يتجاوزوا عددهم الخمسمائة ألف أي نصف مليون إذن لو تحدثنا عن تنازع مشروعيات في هذا الموضع فسنتحدث عن مشروعية مجسدة بمليونين ونصف لقاء مشروعية مجسدة في نصف مليون بقية العدد من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية لا يمكن وضعهم في عداد هذه الخانة ولا في عداد الخانة الثانية خاصة وأن النص المؤسس للاستفتاء قد اختار وذاك خيار قد نشاركه فيه وقد لا نشاركه اختار منذ البداية أن لا يضع صقفا أدنى للمشاركة كما هو الحال في بعض التجارب المقارنة التي تفترض وجوبا ومنذ البداية الناخب يعلم منذ البداية أنه إذا لم تصل نسبة المشاركة إلى رقم معين في مواضع يكون الثلث في مواضع يكون النصف فلا أثار ولا اعتداد بما يتوصل إليه لكن السيد ثامر يقارن بعمليات انتخابية استحقاقات تونسية في أعوام ماضية ويؤكد بأنها سجلت نسب مشاركة أعلى من الآن فما تفسيرك لانخفاض هذه النسبة بحسب ما يراه العديد من الأطراف في تونس هناك أكثر من سبب في الحقيقة ولا يمكن أن نرجع ذلك في كل الأحوال في تقديري إلى المقاطعة ضيفكم الكريم يعلم يقينا وهو ذو تجربة سياسية أن نسبة المشاركة وعدد الناخبين قد تراجع منذ انتخابات المجلة السيسي وكان في تراجع مستمر بقطع النظر بدأ تقريبا بخمسين في المياه النسبة ووصلت في الانتخابات البلدية إلى ما يقارب تقريبا المليون والمليون ونيف من الناخبين والمسار الطبيعي ربما حسب ما استقر عليه تجعل من اختيار من أن النسبة تكون أقل ومن أن العدد يكون أقل إلى جانبي ظروف موضوعية أخرى في تقديري اختيار التوقيت كان خاطئا التسجيل الآلي الذي أضاف مليونين وأكثر إلى الجسم الانتخابي من شأنه أن يقلص من النسبة إلى جانبي أيضا الوظيفة السياسية لا تهمل أن هناك الكثير من التونسيين على الأقل هم خمسمائة ألف قاطعوا إضافة إلى أسباب أخرى حتى بعض النخاب السياسية وربما الذائق السياسية التونسية لم تتعود على الانتخابات المتعلقة باستفتاء صحيح أن لنا تجارب في الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية أما الانتخابات أما الاستفتاء ولنا السابقة واحدة في ألفين واثنين وهذا ما يفسر إلى حد ما النسبة الضئيلة نسبيا التي وسمت هذه المحطة الانتخابية سيد ثامر الضيف عبد الحميد بن مصباح لا يتفق معك في رابط انخفاض نسبة المشاركة والإقبال على عملية الاستفتاء باتخاذ موقف سياسي من مشروع الدستور بالعكس هو يتفق معي هو تحدث على كونه الديمقراطيات يعني فيها عتب بـ 30% أو النصف وبالتالي يعني اليوم نسبة المشاركة أو نسبة التصويت يعني لم تصل لا 30% لا الثلث ولا النصف يؤكد بأن هناك تناقص هناك تناقص في استحققات انتخابية حتى في انتخابات البلدية والجهوية وهذه حالة يعني أصبحت شائعة ليسا فقط في تونس وإنما حتى في دول أخرى كثيرة أنتم تتخذونها كموقف سياسي تستغلونها كموقف سياسي ضد مشروع الدستور وإجراءات 25 جوليا بشكل عام هو نحن متفقين كون نسبة المشاركة في الاستفتاء هي الأدنى على الأقل منذ يعني انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 وبالتالي هذه متفق عليه وبالتالي يعني اليوم لا أحد يمكن له التشكيك في ذلك اثنين يعني حتى فرضا ونفترض جدلا ونذهب ونصدق ما يقوله يعني الشركات سبر الأراء فهي تتحدث على كون نسب تكاد تكون يعني نفسها بالنسبة للمقاطع وبالنسبة لمن شارك وبالتالي يعني هنا المسألة مسألة أخرى وهي جدالية تبين مرة أخرى ضعف المشاركة ويعني تضرب مصدقية الانتصار يعني المشروع الاستفتاء وبالتالي يعني المسألة بالنسبة لنا واضحة وتتطلب يعني كونه الجميع يتواضع ويعي جيدا يعني حجمه الحقيقي نحن اليوم يعني أمام نسبة كما قلت وأعيدها هزيلة بالنسبة للمشاركة في الاستفتاء وهو ما يتطلب من رئيس الجمهورية كونه أو لن يعمل عديد المراجعات ويرجع خطوة الوراء حتى يعني يكون حقيقة رئيس لكون تونسين إن أراد ذلك ما زاد عن ذلك فهو يعني يعني إلى الأمام وما من شهنه إلا كونه معناها بش يزيد الطين بلا ويزيد معناها يعمق الأزمة في تونس حتى لو قلنا إن نسبة المشاركة ضعيفة سيد ثامر اللفت بأن جبهة الخلاص اتهمت هيئة الانتخابات سيد ثامر تسمعوني طيب أنتقل إلى سيد عبد الحميد بن مصباح نسبة المشاركة في الاستفتاء سيد بن مصباح وأعداد المصوتين إذا ما كانت منخفضة هل يمكن أن يعتد بها كأساس قانوني لرفض مشروع الدستور أو عدم الاعتراف به وبعملية الاستفتاء بشكل عام هذا إذا كان النص المؤسس قد اشترط سقفا معينا ولكن النص المؤسس الذي بمجيبه تم دعوة للناخبين إلى الاستفتاء لم يحدد سقفا أدنى وهو خيار من الخيارات التشريعية التي يتحمل مسؤوليتها من دعا إلى الاستفتاء إذن من الناحية الشرعية من الناحية القانونية فالدستور نافذ بمجرد أن تكون الأغلبية قد صوتت عليه بنعم بقطع النظر عن النسبة المشاركة وبقطع النظر عن عدد المصوتين صحيح أن لهذه الصورة قفا يتمثل في مسألة المشروعية التي تتحدد تبقى لمدى توافق التونسيين أو مدى توافق شعب ما على النص الدستوري باعتباره النص الأعلى وباعتباره النص المؤسس وباعتباره النص الذي ستستلهم منه باقي النصوص من قوانين وأوامر وغيرها من ناحية المشروعية فبقدر ما تكون النسبة مرتفعة ترتفع معها المشروعية من الناحيتين السياسية والأخلاقية الرئيس قيس عيد سيد بن مصباح لو تجاوزنا مسألة نسب المشاركة يعني ما الذي يحدد قبول أو رفض مشروع الدستور هذا لأن هناك من يرى بأن لا يوجد نص لا في المراسيم الرئاسية ولا في هذا النص المؤسس لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور يوضح الإجراءات التي تأتي بعد رفض مشروع الدستور في عملية الاستفتاء الآن مسألة الرفض أصبحت جزءا من الماضي أصبحت افتراضا مستحيلا تقريبا بالنظر إلى أن كل الدلائل وكل القراء وكل المؤشرات وسيعلن عن ذلك رسميا تدل على أن نسبة القبول تجاوزت التسعين في المئة وأن المصوتين والموافقين من صوتوا بنعم تجاوزوا المليونين وهو رقم محترم في كل الأحوال صحيح أنه إذا ما نظر إليه من منظار النسبة قد يكون ضعيفا ولكن من المنظار العددي هو رقم محترم ومن منظار ما سميته تنازع الشرعيات فأهوى أيضا رقم محترم بالنظر إلى أن المقاطعين ومن هم في الجبهة في الجبهة في الجبهة الأخرى عددهم حسب استطلاعات الرأي وحسب المستقر عليه سياسيا ربما هو ربع هذا العدد وهو مؤشر يتوجب أن ينظر إليه أيضا إذن من يرى أو من ينازع في شرعية أو في مشروعية الرئيس قيس عيد وفي مشروعية النصوص التي أتى بها الرئيس قيس عيد تقديري أنه من واجبه سياسيا وأخلاقيا أن تكون له مشروعية على الأقل قريبة من المشروعية التي ينازعها أما وهو لا يمثل إلا ذلك العدد فأعتقد أن المسألة سياسيا وأخلاقيا في حاجة إلى كثير من التنسيب سيد ثامر كنت أسألك قبل قليل بأن جبهة الخلاص الوطني اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بالغش والتزوير فيما يتعلق بالأرقام والنسب التي قامت بإعلانها هذه الهيئة أنتم في حزب قلب تونس هل تتفقون مع جبهة الخلاص في هذه الاتهامات هو في الحقيقة ما جعل العديد يتحدث عن هذا وحتى منظمات مجتمع المدني طالبت هيئة الانتخابات كونه تمكن المواطنين التنسيين من كونه يتثبتوا هل قاموا بالتصويت أو لا هي طبعا في تفيين لتفنيد هذه الرواية واليوم ننتظر رد الهيئة حتى تسمح أسأل عن موقفكم السياسي سيد بن سيد ثامر موقفكم السياسي كحزب من اتهامات قد تكون لها تبعات قضائية لهيئة وطنية عليا مستقلة في البلاد هل أنتم مع هذه الاتهامات أم لا هو يعني طبعا أقول لك كونه يعني ما داعي لهذه الاتهامات يعني اليوم يمكن تفنيد هذه الاتهامات فقط كونه هيئة الانتخابات تسمح للمواطن التونسي كونه يعني يستسمح له بالتثبت هل قاموا بالتصويت أم لا وهذا ما دعت إليه عديد المنظمات على غرار أيواتش وعلى غرار المنظمات التي راقبت الانتخابات يعني حزب قال تونس يوجه أيضا نفس الاتهام لهيئة الانتخابات طيب الآن سيد ثامر نحن اليوم لا طيب ما الذي نفهمه من كلامه الهيئة بكونه تسمح للمواطن التونسي بكونه يعني يتثبت من قيامه بالتصويت من عدمه طيب أنتم لديكم شكوك في أن الهيئة قامت بالتزوير دعنا من تسمية الاتهام يعني هو البينة على من الدعاء ولكن اليوم نحن نتحدث على مسار يعني إذا كان ينقصه الشفافية وبالنسبة لي الشفافية اليوم نحتاج إلى توضيح فقط بكونه الهيئة الانتخابات تسمح للمواطن التونسي بالتأكد من كونه صوت أم لم يصوت وهذه مسألة عمليا سهلة وقامت بها حتى في الانتخابات الرئاسية ومكنت المواطنين من كونه يشوفوا أنفسهم هل قاموا بتزكيت أحد المرشحين أم لا وبالتالي عملية سهلة إذا كان اليوم الهيئة تريد تدعيم الشفافية وتدعيم نزاهة ما قامت به فما عليها إلا أن تقوم بذلك طيب سؤالي الأخير إليك الاستفتاء أجري سيد ثامر مشروع الدستور سوف يتم اعتماده على ما يبدو ماذا أنتم فاعلون حيال ذلك وباختصار لو سمعت طبعا نحن نعتبر كونه كل مسار خاطئ ويعني ما بني على باطل فهو باطل تستمرون في الاعتراض يعني طبعا طيب أعود في سؤال أخير لك سيد عبد الحمد بن مصباح هذه الاتهامات الموجهة لهيئة الانتخابات بالغش والتزوير هل سوف يكون لها تبعات قانونية أو قضائية في المستقبل هذه اتهامات خطيرة أليس كذلك لا 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 أعتقد على الأقل ما تبعته سواء من الرافذين أو الملقاطعين للإستفتاء أو ممن تحدث أو علق فلا أحد قد حدد قراء فعلية وقاطعة وجازمة وذات تأثير على العملية الانتخابية كلها مخالفات عادية وقد اعتدنا في التطبيق القضائي أن الهيئة الانتخابات أو المحكمة الإدارية في حال تم الطعن أمامها عادة ما تعتبر هذه المخالفات من قبيل الطفيفة التي لا تؤثر على العملية الانتخابية هذا ما استقر عليه في حالة الإثبات أما وكل الدلائل تدل على أن حتى إثبات ذلك إلى حد الآن غير متاح أنا لا أتكلم عن جبهة الخلاص وإنما أتكلم أيضا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصوصا وأن الاتهام وجه لها بشكل عام لم توجه إلى عمليات فردية أو أفراد عاملين ضمن هذه الهيئة هل يمكن أن تقوم الهيئة بملاحقة من اتهمها قضائيا من خلال ما قاموا به من تشويه سمع قد يقول قائل على سبيل المثال لها ذلك من الناحية القانونية وإن كنت من الناحية السياسية أعتقد أنها لن تلجأ إلى ذلك باعتبار أن تقريبا لا أحد قدم دلائل وكل ذلك في إطار المناكفة السياسية وفي إطار الصراع السياسي وهو تقريبا خاصة إذا تعلق الأمر بالفترة الانتخابية العادة أن يكون ذلك من قبيل العادي ويتجاوز بمجرد أن المحطة الانتخابية تطوى هذا على الأقل ما استقر عليه وإن كان من حقها أن تقاضي إذا ما رأت في ذلك مساسا بهيبتها أو هيئتها أو شخصيتها القانونية أو المعنوي شكرا لكم من تونس عبد الحميد بن مصباح الباحث القانوني وفؤاد ثامر عضو البرلمان السابق القيادي بحزب قلبي تونس شكرا لكم اشتركوا في القناة